نشفة الاخبار السورية من القناة الاعلامية الثانية لبنت سوريا وحدات من القوات المسلحات تتقدم في الريف الشرقي لحلب وتستعيد السيطرة على عدد كبير من القرى والبلدات مراسل الاخبارية ولد هنائي رصد المشهد العسكري في تلك الجبهة تتسارع واترة العمل العسكري في الجبهة الشرقية لمدينة حلب عمليات مكثفة استخدمت فيها قوات الجيش العربي السوري كافة الوسائط النارية والدور الابراز كان لسلاح الجو عمليات اتت من عدة محاور قلص من خلالها الجيش العربي السوري المسافة التي تفصله عن مدينة الخفصة في رف حلب الشمالي الشرقي الى تسعة كيلو مترات فيما يفصله حوالي ستة كيلو متر عن محطة ضخ المياه في زاة البلدة والتي تزوده مدينة حلب تقليص المسافة جاء بعد سيطرة الجيش العربي السوري على قرى ابو حناية واميال ورسم الدوالي اثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش الارهابي ومقتل العشرات في صفوفهم الى ذلك دمرت وحدات من الجيش العربي السوري عدد من العربات المفخخة وطائرات مسيرة تحمل قنابلة يستخدمها التنظيم التكفيري هدف واضح بات للجيش العربي السوري ان يحققه بالوصول الى مضخة الخفصة واعادة المياه لمجاريها وبذلك يتم تأمين مساحة كبيرة من الريف الشرقي لحلب تتسارع واطيرة العمال العسكرية في الريف الشرقي من مدينة حلب مع اقتراب قواتنا المسلحة من مضخة الخفصة مسافة ستة كيلو مترات تفصل قوات الجيش عن خزان مياه حلب وليد هناي الاخبارات السورية ريف حلب الشرقي اعلن مصدر عسكرية القضاء على عدد من ارهابي تنظيم داعش باستدافي مقراتهم وتحركاتهم بضربات الطيران ورمايات المدفعية في تلتي الصنوف والرواد ومعبر مظلوم والرشدية والبغالية والصناعة وثلة السبعة عشر في دير الزور كما دمرت وحدته من الجيش بؤران لارهابي جفة النصرة واستعادت السيطرة على كتل جريدة من الابنية في درع البلد جولة على ابرز الاحداث الميدانية في هذا التقرير تقدم سريع تحققه وحدات الجيش العربي السوري في مناطق عدة وتدمر مقار للتنظيمات التكثيرية وتحصينات لهم بما فيها من ارهابيين واسلحة ففي دير الزور خاضت وحدات من القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة اشتباكات عنيفة مع ارهابي تنظيم داعش في الاجزاء المتبقية من منطقة المقابر على الاطراف الجنوبية للمدينة وذلك وسط تقدم ملحوظ في المنطقة ذاتها بعد القضاء على العديد من الارهابيين وتدمير عدد من الدشم عند تلة علوشة كما وجهت وحدات من الجيش ضاربات مركزة على تجمعات لتنظيم داعش الارهابي قضت من خلالها على عدد من عناصره ودمرت اليات لهم عند مفرق منطقة الثردة جنوب المدينة سلاح الجو بدوره نفذ عدة غارات على تحركات ومحاور انتشار الارهابيين في منطقة المكبات والمهندسين ومحيط قواء التأمين الالكتروني وفي جبل الثردة وتلتي الصنوف والرواد وتلة السبعة عشر ومعبر مظلوم وحيي الرشدية والصناعة وقرية الابغيلية ما ادى الى مقتل واصابة العديد من الارهابيين وتدمير عتادهم الحربي وكمية كبيرة من الذخيرة الى درع جنوبا حيث وسعت وحدات من القوات المسلحة نطاق سيطرتها بعد عمليات مكثفة على بؤر ارهابي تنظيم جبهة النصرة وذلك بعد اشتباكات عنيفة استعادت وحدات الجيش خلالها السيطرة على عدد من القتل الابنية في درع البلد كما دمرت دشمة رشاش ما اسفر على المقتل طاقمه جنوب شرق جامع بيلان الحدشي دخلت فرقاطة اسطول البحر الاسود الاميرال غورغوفيتش المزودة بصواريخ مجنحة من طراز كاليبر في قوام المجموعة الدائمة للسفن الروسية في البحر المتوسط وعلى ان تقوم بمهامها ضمن المجموعة بدلا من سفينة الحراسة سيميتليفي والتي عادت الى ميناء سيفاستوبول وقال رئيس دائرة التغطية العلامية في الاسطول الروسي الكابتن فيتشسلاف تروخوفيتش ان التبديل بين القطعتين البحريتين جاء على اساس التنوى بالمبرمج وكان تروخوفيتش سبق واعلن ان هذه الرحلة الفرقاطة الادميرال غريغوروفيتش الى البحر المتوسط هي الثالثة من نوعها حيث قام في تشرين الثاني الماضي باطلاق صواريخ كاليبر من مياه هذا البحر على اهداف ارهابية في سوريا مضحانا من المجموعة الدائمة للسفن الروسية في البحر المتوسط تضموا الان عشر سفن حربية الخارجية الايرانية تؤكد تواصل الجهود لعقد اجتماع جديد في العاصمة الكازاخية حول تسوية الازمة في سوريا قبيل محادثات جينيف المقبلة وكازاخستان تؤكد ان الموعد المبدئي لاجتماع يستنى المقبل لا يزال في الرابع عشر والخامس عشر من اذار الجاري يحيى كوسا بين محادثات جينيف السورية التي حدد اطارها الزمني ومرتسماتها القرار الاممي الفين ومائتين واربعة وخمسين وبين اجتماعات استانى التي نجحت بفرز الارهابيين عن المعارضين ومهدت الطريق امام الحل السياسي في جينيف تستمر الجهود الاقليمية والدولية بالاتجاه الصحيح رغم محاولات العرقلة من مجموعة الرياض ومشغليها الدول الضامنة الثلاث روسيا وايران وتركيا عودت جهدها المكثفة من اجل عقد اجتماع استانى ثلاثة بالارتكاز الى ما تحقق في محادثات جينيف الاخيرة وفيما كشف نائب وزير الخارجية الروسي جيندي جاتيلوف عن خارطة طريق لحل الازمة في سوريا خلال ثمانية عشر شهرا تتضمن فترة هدوء ودستورا جديدا وانتخابات فقد اكد وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوف ان الموعد المبدئي لاجتماع استانى المقبل لا يزال في الرابع عشر من اذار الجاري واشار الى ان معظم المشاركين في جينيف راضون عن مسار استانى الناجح مضيفا بان التشاور مستمر للبت في الموعد النهائي للاجتماع طهران الضامنة ايضا لاتفاق وقف الاعمال القتالية اكدت بلسان المتحدث باسم خارجيتها بهرام قاسمي استمرار الجهود لعقد اجتماع جديدا في استانى مؤكدا ان طهران تقدر كل جهد يبذل في مسار تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة ان هناك جهود تبذل لعقد اجتماع جديد في استانى حول تصوية الازمة في سوريا قبيل انعقاد اجتماع جينيفا المقبل ونحن نترقب ما سيتمخض عن هذه الجهود التصريحات الايرانية والكزخية جاءت وسط انباء روسية عن ان العشرين من اذار هو الموعد المحدد حتى الان ليطلاق جولة جديدة من الحوار السوري السوري في جينيف بناء على مقتضيات القرار الاممي 2254 والذي يعد اساس حل الازمة في سوريا ولا شك ان التطورات الميدانية المتسارعة على مختلف الجبهات ومحاور القتال بتدمر وريف حلب الجنوبي ودرع ودير الزور ووضع حد لتمدد العدوان التركي ومرتزقته باتجاه منبج كلها خطوات تعزز مسار الحل السياسي بما يخدم مصالح الشعب السوري الصامد ويرسخ مسار استنى الذي يتحول مع الوقت الى مسار رئيسي بضمانات روسية وايرانية اعضاء في المجلس الاعلى القبائل الليبي يؤكدون ان سوريا تخوض معركة قومية للدفاع عن كرامة الانسان العربي ضد الارهابي والتبعية التفاصيل في تقرير تفيد ابو الخير اكدت الدكتورة هدية عباس رئيس مجلس الشعب ان الشعبين العربيين في سوريا وليبيا يخضان معركة واحدة وان الانتصار على الارهاب هو انتصار مشترك بين سوريا وليبيا واثناء استقبالها وفد المجلس الاعلى للقبائل الليبية قالت عباس ان الامل معقود على القبائل الليبية وعلى شعب ليبيا احفاد عمر المختار في تحقيق النصر الكامل على تنظيمات الارهاب والتدمير اعضاء وفد المجلس الاعلى للقبائل الليبية اكدوا اعتزازهم بصمود سوريا الاسطوري وبطولات جيشها وشعبها طالبين من سوريا الاستمرار في الثبات والمتابعة في مكافحة الارهاب لانهم يعتبرون صمود الجيش العربي السوري قدوة لابناء القبائل ويضعون انفسهم في خندق واحد مع الشعب السوري الوفود القبلية الليبية جاءت لتؤكد على امتداد الشعور العربي الوحدوي القومي الممانع للمخططات الامبريالية والصهنية في المنطقة وتؤكد على دعمها لانتصارات سوريا ضد الارهاب ومشاركتها في اي شيء تطلبه سوريا من اجل القضاء على الارهاب القريب العاجل واكدت ان الشعب الليبي مصمم وشكلوا جيشا باسم القبائل ليحارب الارهاب في ليبيا وينتصر قريبا باذن الله وتعود الوحدة العربية الى الاقيا السابق باذن الله نحن لا نستغرب من العشائر الليبية هالموقف الطيب الايجابي الذي يعتزون بسوريا وبالمواقف سيادة الرئيس بشار الاسد الذي اصبح هو رمز لكل عربي فالعشائر الليبية عشائر اصيلة ونحن نعتز بهم الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين استقبل بدوره الوفد الليبي الذي اقترح اعضاؤه انشاء مكتب تمثيل دائم للمجلس الاعلى للقبائل الليبية في دمشق لتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين الشعبين الشقيقين رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس يزور سوق الحميدية في دمشق ويلتقي عددا من المواطنين واصحاب المحادة التجارية وارباب المهن والحرف اليدوية جايين تتسوقوا كيف الاسعار؟ والله شايفين فيه تخفيرات فيه تخفيرات فيه تخفيرات على اسعار على الملبوسات الشتوية؟ الشتوية الشتوية في دلالة على الاهمية التي توليها الحكومة لواقع الاسواق التجارية وحركتين العرض والطلب والتواصل المباشر مع التجار والصناعيين زر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس سوق الحميدية في دمشق والتقى عددا من المواطنين واصحاب المحلات التجارية وارباب المهن والحرف اليدوية وذلك بمرافقة الدكتور بشر الصبان محافظ دمشق وعدد من أعضاء مجلس المحافظة واستمع المهندس خميس خلال اجتماع مع عدد من تجار سوق الحميدية في أحد محلات عرض المشغولات الشرقية الموزيك استمعا إلى المشاكل والصعوبات والتحاضيات التي تواجه سوق التجارية بما فيها تقنين الكهرباء والجمارك أنا حبيتك اليوم من رفالا طلعت على بداية من تجارة السوق على كل عنوين فعالية التجارية برؤية أولية اليوم أنا حبيتك نزوركم بدي أستمع منكم العنوين وبيدي أشرحكم أيضا شرؤيتنا نحن اليوم نحن مفتحين إجاه أبناء الوطن في الفعاليات الاقتصادية على الصعيد امتداء من الحرفة الصغيرة وانتهاء بأكبر معمل وسنكون شركاء معكم في عادة الفعالية في الانتاج بالشكل كبير أنا راهز أسمع منكم وفالا جديد اليوم لألتقي بهالوجوه النيرة الطيبة ولفت المهندس خميس للإجراءات الحكومية المتعلقة بالإعفاءات من الغرامات والرسوم وتقصيط القروض التي تشكل فرصة لكل من يريد أن يعمل مشيرا إلى أنه يتم العمل على إنجاز مشروع قانون عصري للجمارك يتضمن رؤية محددة لما تنظره الدولة للكوادر العاملة في هذا القطع رئيس مجلس الوزراء أكد بأن الحكومة منفتحة على كل أبناء الوطن وخاصة التجار والصناعيين لدورهم المباشر في عودة الانتاج الذي يشكل عراقة الشعب السوري وقوته ماذا بتعانوا؟ ماذا تتحدثون الأساسية؟ نحن مصارحنا من الألبسة الشعبية والألبسة الفلكلورية وكذا أغلبها هيك بالإضافة لها الحمد لله في كم صايخ هنا كمان فتحوا جديد طعموا هذا جزء من السوق هذا هون بدقل سوق الأروام السوق هذا بدقل سوق الأروام نعم هل هناك أحد يصنع أو بيبئة؟ لا فيه مصانع ومشاغل ومثل ورشات وين ورشات تكون هذه الظروف الصارغة؟ الورشات أغلبها عم تاخد بالأبنية الحديثة ناقلوا يعني الورشات شغالة بداية الأزمة شوية سنة لا يوجد الدولاب دار الحمد لله والأمور لا يوجد معاناة بالتأمين البضاء عن نهاية بس نحن نتمنى موضوع الكهرباء يعني نحن نقدر زروف الحكومة تماما ما في عندنا أي مشكلة بس ولكن يعني الأسوات التجارية لازم يكون إلىها شوية يعني عشر أضعاف هلأ جتني 236 ألف ليرة ما في تراكمات ما في تراكمات هلأ جتني 236 ألف ليرة أول مرة هي السنة كل جيران رفعوها أنا زيادة هناك شغل ما طالما مو كل جيران رفعوها 236 ألف ليرة التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد عبدالستار السيد ولوبد المرافق له مع رئيس الوزراء الداغستاني عبدالصمد حميدوف ووزراء الحكومة الداغستانية في مقر رئاسة الحكومة في العاصمة محشق الع وحضر اللقاء نائب رئيس الحكومة الداغستانية أنتولي كريبوف ووزير التعليم العالي شهوف شه عباس وباقي الوزراء ورئيس الإدارة الدينية في جمهورية الداغستان تم خلاله تبادل الأراء والأفكار حول أفضل السبل لمنع تجنيد الشباب في شبكات الإرهابية التي ترسلهم لتخريب وتدنيل سوريا وحول العلاقات الودية بين الولدين واختتم وزير الأوقاف زيارته إلى الجمهوريات الروسية بإلقاء محاضرة حضرها حجد كبير ضم الألاف من الخطباء والأئمة وطلاب الألم في العاصمة الداغستانية تناول فيها الفرق بين الإرهاب والجهاد والدعوة إلى الإسلام بالأخلاق وشرحا عن الحرب الإرهابية على سوريا أسبابها وتداعيتها ونتائجها استقبل المفتي العام للجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد بدردين حسون وفدا من الجارية السورية في الكويت يضم رجال أعمال وأكاديميين الدكتور حسون أكد خلال لقائه الوفد على أهمية الأخلاق في الظروف التي تمر بها سوريا مشددا على أن الحرب التي تشن على البلاب منذ ست سنوات تزامنت مع نهضة كانت تعيشها على الأصعدة كافة سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية وهما دفع أعداءها إلى استهداف بناها التحتية وفي ذات السياق ذكر المفتي أن الإرهاب استادف العقول المتمثلة بالأكاديميين والعلماء والباحثين بالإضافة إلى البنية الاقتصادية السورية من جانبهم أعضاء الوفد الذين حملوا في جعبتهم حزمة مشاريع باستثمار يعود ريع بعضها لأسر الشهداء يبقى الانتماء هو الحافز الأساسي ويبقى الصلة الأساسية بالوطن الانتماء ليس بشعار أو كلمة أو قول الانتماء هو أمر سلوكي وهو أمر يرتبط بالوجدان فالمغتريب هو ذلك الغصن الذي يمتد من وطنه إلى الخارج وبالتالي جذوره مرتبطة في وطنه سوريا هناك مشاريع ومنها مشاريع خيرية تقدم لأسر الشهداء ريحها راح يكون لأسر الشهداء وهناك مشاريع أيضا تختص للمواطن السوري حصرا نحن ما نطبح له أن يكون السوري هو من يعمر بلده الخطط كثيرة وبدأ الباب يفتح على مصراعيه لعملية الإعمار في الجمهورية العربية السورية أحببنا أن نكون نحن أول الداخلين عبر هذه الأبواب لبناء وطننا أولا وهذا شرف كبير فما خربه الإرهاب وما دمره الأعداء لا يبنيه إلا أبناء الوطن كاتب وصحفي بلجيكي سبق وزار سوريا لوثق الحرب عليها يتحدث لمراسلة الإخبارية عن التضليل الذي تمارسه وسائل الإعلام الغربية بشكل ممنهج ضد سوريا ويؤكد أنه يعمل بكل إمكاناته لفضحي هذا التضليل جودي عقوب بعد ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بات من السهل اللعب بالعواطف الإنسانية عبر رفض الأخبار بصور أو مقاطع ملفقة أمر لم تتخره وسائل الإعلام الغربية ولم توفر أي اسلوب من أساليب التضليل لزرع الكراهية والأحقاد وإشعال الفتن في حملة موجهة ضد سوريا خلال تغطيتها الحرب فيها ومن باب حرص سوريا على إيصال الحقيقة للعالم أجمع ومن باب ثقتها بأن ما يحصل عليها هي حرب كونية هدفت تدميرها وإضعافها فقط فقد أتاحت كل الفرص أمام الإعلاميين حتى يغطوا الأحداث الجسيمة التي شهدتها بلادنا خلال هذه الأزمة بطريقة موضوعية وجادة وغير منحازة اسمي يانس وأنا صحفي زرت سوريا مرتين منذ عامين ذهبت إلى سوريا للمشاركة في مؤتمر ستيب أب فور سيريا الذي أقيم في مدينة دمشق وهناك استطعت أن أسمع القصة من السوريين مباشرة زرت دمشق ومعلولة وسيدنايا رأيت حضارة عريقة وتاريخا عظيما وبنفس الوقت رأيت كل ما فعلت هذه الحرب بسوريا وشعبها عدت عام 2016 في رحلة ثانية إلى سوريا وكتبت كل القصص التي سمعتها بالإضافة إلى تجربتي في كتاب سيصدر هذا العام يانس ديريكا هو كاتب وصحفي كان واحدا من الذين دخلوا إلى سوريا خلال فترة الحرب وهنا ومن منزله في بلجيكا أخبرنا كل الحقيقة التي شاهدها ولمسها هناك في البداية لم أكن أعلم الكثير عن سوريا كنت أعلم عن الحرب الدائرة هناك وكل ما كان يجري عرضه على الوسائل الإعلامية لكن بعد لقائي بأشخاص سوريين تعلمت أكثر عن اللعبة السياسية القذرة التي تلعبها تركيا والسعودية ودول الخليج الأخرى بالإضافة إلى الدول الغربية طبعا وأن الشعب السوري هو الضحية الوحيدة والخاسر الوحيد في هذه الحرب وأنا اليوم أحضر لأعود لزيارة سوريا مجتدا لقد وقعت في غرام سوريا وأضعت قلبي فيها الأرض وشعبها رائعان وأشعر بالأسف للحرب الحاصلة هناك وأتمنى أن نستطيع إيقاف هذه الحرب من خلال عرض الحقيقة لذا فقد قدم الكثير من الشباب الأوروبي الباحث عن الحقيقة التي جاءت خلافا لما نقلته وسائل الإعلام الغربية من أخبار ومعلومات غير صحيحة وملفقة وكاذبة الحقيقة السورية التي فرضت ذاتها على هذا الوجود دفعت بمثل هؤلاء ليتحد حكوماتهم ويفتحوا الدعايات الغربية التي سعت إلى تشويه حقيقة ما يجري في وطننا وليؤكدوا وبشهاداتهم الحية بأن سوريا تحارب الإرهاب بدلا من العالم أجمع جود يعقوب للإخبارية السورية أنتويرب بلجيكا النشر مستمروا فيها بعض الفاصل الجيش الليبي يحشد قواته لاستعارة الموانئ النفطية من سيطرة تنظيم القاعدة الأرهابي موسيقى شكرا